ادانات مستمرة ولا فعل على الارض وصف ينطبق على اغلب التحركات الدولية ضد تدخلات الايرانية في اليمن وسوريا مجموعة السبع الصناعية ادانت التدخلات الايرانية في اليمن ووصفت المجموعة في اعلانها الثلاثاء الماضي الانشطة الايرانية بالمزعزعة للاستقرار في المنطقة وزراء خارجية المجموعة الصناعية اكدوا خلال اجتماعهم في كندا وقوف بلدانهم ضد دعم طهران لميليشيا الحوثي وعبرت المجموعة عن قلقها العميقة من الاسلحة التي ترسلها ايران الى اليمن الدول الصناعية السبعة والتي تضم الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وكندا والمانيا وفرنسا وايطاليا واليابان دعت ايران الى المساهمة في تقليل التوتر والالتزام بالقرارات الاممية لكن تلك الدول التي اكتفت بالادانة والتحذير لم تحدد ما هي الخيارات العملية لإيقاف الانشطة الايرانية في اليمن ومنع تدفق الاسلحة الى ميليشيا الحوثي ولا يبدو ان ايران تأبه للتحذيرات الدولية المتكررة لها فهي في الوقت الذي لا تنفي فيه تدخلاتها في اليمن تحاول تقديم نفسها كوسيط سلام فوفق الدبلوماسيين ابدى وزير الخارجية الايراني جواد ضريف للامين العام للامم المتحدة استعداد ايران للضغط على الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات ورغم ان الذاهب الى اي مكان في الشرق الاوسط سيجد بصمات ايران بتعبير الرئيس الامريكي ترامب الا ان الدول العظمى وفي مقدمتها واشنطن تكتفي بتاكيد الدور العسكري المتنامي لطهران في اليمن وسوريا ولبنان دون بلورة موقف عملي موحد ضد ما تسميه انشطة ايران العدائية